تحدث قيادي بفصيل مسلح عن خلافات بين قيادات الصف الأول الفصائل بسبب الهدن مع الأمريكيين القيادي بيّن أن القيادات دخلوا بمشادة كلامية فيما بينهم باجتماع عقيدة في طهران بسبب انقسامهم حول استهداف الأمريكيين من عدمه رافتا إلى أن النجباء رفضت الشهر الماضي مقترحا من قادة في الإطار التنسيقي يتضمن المزيد من التنسيق بمشاغلة الأمريكيين وتقديم كبش فداء عبر تحييد مجموعة مسلحين بوصفهم مسؤولين عن قصف القواعد الأمريكية